أهلاً وسهلاً بحضراتكم مرة أخرى عزائي المشاهدين برضو يا كابتن كوشري خلينا نبقى نروح للمنتخب خلاص انت دلوقتي عندك مباراتين مهمين جداً جداً يوم الجمعة القادم وبعدها يوم الثلاث اللي جاي كارلوس كيروش كيف هيفكر من وجهة نظرك في هذه المباراة أنا خلاص خدت عهد على نفسي وعلى الجميع نحن خلاص مش هنتكلم عن قايمة ومين دخل ومين خرج خلاص هو اختار احنا قلنا ان كوشري ما ينفعش واسلام ما ينفعش ومحمد ما ينفعش هيا احصل ايه؟ لا 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 دي وجهة نظره وانا احنا برافو عليك يعني لازم الناس تفهم ان هو راجل عايز ينجح ودي قناعاته ودي دماغه يعني هو ما بيعانيتش نفسه يعني هو عمر بفيه مدرب هيعاند نفسه على مصلحته ممكن تكون ليه وجهة نظر في لعيبة احنا شايفين ان في لعيبة كانت ممكن تبقى موجودة مع المنتخب شايفين ان هي تقدر تدي لكن هو الراجل طريقة لعبه واسلوبه مش مكتنع بحاجات معاينة خلاص يعني احنا في الاول اخر هندعم الراجل وهنتمنى ان هو ربنا يكرمه لان هي مصلحتنا كلنا وفي الاخر احنا اللي هنفرح وكان عندنا امنيات ان يبقى فيه لعيبة وممكن انا اتكلمت بالذات اممكن احمد عبدالقادر كان نفسه يبقى النوعية دي النوعية دي انت بحتاجة في المطش الاولاني عايز النوعية اللي عندها حلول فردية لان انت هتلاعب فرقة قيلة لكن هو الراجل ما خدهوش خلاص يعني احنا بتتكلمه نظرنا احنا الشخصية لكن هو في الكل كان بيوجمع على احمد تحديدا يعني وبرضو مثلا من علامات الاستفام مهند لاشين انا مش هكلم على الموجودين هكلم على البر مهند لاشين محمد شريف يعني محمد شريف وهدف الدوري مهند لاشين طيب انت لعبته في كاس العرب وفي كاس اوليقيا وديته مساحة كبيرة وديته مساحة كبيرة وبعدين انت بره وجبت نبيل ايماد دونجا اللي بعيد خالص وحطيته يعني محمد شريف هدف الدوري لا وفيه حاجة تانية اسلامية يعني انت لازم يبقى عندك وجهة نظر يقولش انت قولي صح ولا خلط انا لما يبقى عندي مصطفى محمد ما يبقاش عندي مروان مروان مثلا لان الاتنين نفس حد مختلف يعني ممكن يبقى عندك مروان بس لكن تجيب حد مختلف بص محمد شريف خلينا نكون واقعين مروان لعيب جابت جدا مش عشي حالة لا طبعا لعيب كويس احنا بنتكلم في حاجة يعني مش عشان برضو الناس احنا الاهلي وبنتكلم على لعيب الاهل لا احنا بنتكلم على حاجة واقعية النهاردة محمد شريف كلمت على محمد شريف يعني لعيب هداف بيعرف يجيب لك جون في اي وقت عنده لعيب سكورر يعني انت بحتاجه في الوقت ده لعيب جون فانت كنت محتاج النوعية دي احمد عبدالقادر لا لعيب عنده شخصية شخصية يعني ايه لعيب عنده شخصية في الملعب عنده قرار بيعنده المهارة يقدر يعضي من لعيب واثنين ويقدر يجيب جون ما عملهاش مرة ولا اثنين لا كان بيعمله هو في سموحة ممكن انا دربته على مستوى يعني الناشئين وممكن تصعد معايا ولعب معايا هو هداف بطبعه من هو في الناشئين عنده عمر مرموش هو عنده قناعات كبيرة الولد لعب كواس جدا لعب كواس جدا بس انا شاف ان هو بيديله مساحة اكبر من اللازم وممكن يخلص عليه وجهت نظري مرموش من اللعب المهارين بس الكرة ما بيجيله بتنتهي عنده على طول